برحب بحضراتكم مجدداً وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهاردة دكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيتري أهلاً بحضرتك معنا دكتور مجدي أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك في ظل ما احنا بنتكلم على اهتمام الدولة المصرية بيه نقدر نقول الداخل أنت تزرع أنت تصنع أنت تعمل ده كله حفاظ على سروات مهمة عندنا بنتكلم على سروة حيوانية نسبة لنا داجينة نسبة لنا أيضاً السروة السمكية يمكن الناس ما تعرفش أنه حضرتكو خط الدفاع الأول عن حاجات كتيرة قوي عن حتى الأمراض المشتركة ما بين الإنسان وما بين الحيواني نبدأ بالسروة الحيوانية كيفية الحفاظ عليها والمفروض إيه اللي يحصل احنا طبعاً دور الطب البطري أن احنا بنحافظ وننمي السروة الحيوانية دي مهمة جداً لأنها مصدر غزائي مصدر البرتيني الحيواني وبرضو السروة الداجينة والسروة السمكية فأساسيات التنمية والحفاظ أن احنا بنحافظ على صحة الحيوان أو التيور أو أن احنا بنمنع انتقال الأمراض منها للإنسان فده دور الطب البطري دور أساسي والأمن الغزائي أمن قومي نعم بتبدأوا من أنتوا موجودين في كل الأماكن الحقيقة يعني موجودين في مراكز البحوث والأبحاث بتتبعوا وتشوفوا كل ما هو جديد للتحصين والتطعيم خصوصاً احنا سمعين من الخارجين شرق الفرونزا الطيور عودة تانية حمى معرفش ايه بتجهزوا لده ازاي؟ هو أولاً بيبقى فيه عندنا الترصد على الأمراض اللي ممكن تنشأ من الداخل أو من الخارج بيتم طبعاً من خلال حيئة الخدمات البطارية في وزارة الزراعة أنه هو بيتابع الموقف الوبائي خارج مصر وجوه مصر وبالتالي بيتم عمل برامج للتحصينات لحماية السرعة الحيوانية وأي فيروسات بتظهر جديدة طبعاً بيبقى فيها النوع الترصد إنتوا أول حد يفندك بتتبعوه مش كده؟ المفروض طبعاً احنا دورنا الأساسي في هذا المتابعة والترصد فيها كأطباء بيطاريين جانب طبعاً البحثي عندنا طبعاً جانب بحثي مهم جداً لأنه هو بيتابع التطورات العلمية وبيتابعها على الفور وفي نفس الوقت طبعاً إحنا اللي ندور فيه المواني ومن خلال المحاجر فمنمنع دخول أي حيوانات مصابة إزاي؟ بيبقى عندنا فيه اللي هو المحاجر البطارية دي بنحجز الحيوان لمدة 21 يوم فأثناء الفترة دي بتم أخذ منها أي حيوان بيدخل ولا بيشتبه فيه؟ أي حيوان بيخش لازم يمر فيها فبتحت المرقبة لمدة 21 يوم بنتابع فيها الحيوان سيدا فرصة نعرف لأن احنا نتعرف على أبواب بعيد الأطفال كل سام حضرتك طيب وجايلنا يعني فيه تعاقدات جاية من الخارج درجو إيه بالنسبة للحوم والمواشي والصروة الحيوانية طبعا من خلال المحاجر دي احنا بنتابع لكل القطعان المستوردة من المدة معينة اللي هي 21 يوم بتأكد أنها خالية من الأمراض وبعد كده بيصرح بتوجهها للمجازر طبعا لنا دور تاني جوه المجازر أن احنا بنتأكد من صحة اللحوم الحمرة لأن انت طبعا مهمة جدا لصحة الإنسان وطبعا والرقابة على اللحوم بتمنع أمراض كتير جدا بتنتقل للإنسان عن طريق هذه اللحوم قبل ما نتكلم عن الأمراض المشتركة لو لقيتوا حاجة يعني على الحدود أو لو لقيتوا حاجة بمعنى أدق فيه لما بنستورد أي من هذه المواشي وشكيتوا فيها بتعملوا إيه؟ هل بترجع؟ لا في الحالة دي من الإعدام هو وفيه طرق علمية للإعدام على أساس إنها متبقاش مصدر تاني للعدوى أو انتقال أي مرض فالمتبع في المحاجر لو حصل أي أعراض مرضية أو حصل نفوق لازم يتوجع على طول الإعدام والتخلص منها الفور يعني بالطرق العلمية نعم نعم وعندنا الكوادر لده دكتور وعندنا الأجهزة الحديثة لده يعني أعتقد أن فيه تطور في مسألة عندنا طبعا العنصر البشري على مستوى عالي جدا من الكفاءة وبرضو عندنا أن إحنا عندنا الأجهزة اللازمة اللي إحنا نقدر نستعين بيها وجده أي موجودين موجودين أه بس طبعا إحنا مشكلتنا في الأعداد لأن برضو عندنا العدد الكافي لا دي ينقصنا العدد الكافي إحنا عشان نتم المنظومة ونقدي دورنا محتاجين أن إحنا نزود عدد الأطباء البيطاريين يعني إحنا يعتبر عندنا ناقص في عدد الأطباء البيطاريين عندنا آه هو مش ناقص بس يعني ممكن نقول عجز شديد عجز يا في الخريج الكليات ولا في المتعينين يعني مشكلة فين المشكلة عندنا في التعينات اللي إحنا عندنا كل سنة بيتخرج حوالي 5600 طبيب بيطاري طبعا المنظومة ما بتستوعبش العدد ده خالص بجانب طبعا التعينات وقفة بقالها أكتر من 18 سنة وده اللي عامل عزوف أن الناس تدخل للطب البيطاري اللي ما فيش تعينات هي الناس برضو بتخش الكليات ولكن احنا بنتكلم أن المنظومة محتاجة باستمرار دخ وفي نفس الوقت الدخ ده مطلوب لأن الأجيال برضو بتنقل خبرة طبعا من أجل فلو احنا وقفنا التعينات الأجيال الحالية هتنقل خبرتها المين بس احنا مدرسة الطب البيطاري المصرية من المدارس العريقة طبعا على مستوى العالم انا عاز أقول لحضرك أن احنا عندنا مصنع لقاحات بيطارية من أواخر الأربعينات ما كانش فيه منطقة الشرق الأوسط وحتى أوروبا ما كانش عندهم مصنع أدوية لقاحات بيطارية احنا في مصر كنا رواد في اللقاح في اللقاح عشان كده بقولين مدرسة الطب البيطاري دي مدرسة عريقة طبعا طبعا طب التعينات وافة بقالها دي ايه أكتر من 18 سنة يا خبرة بيد 18 سنة مفيش طبيب بيطاري تعين في مصر وفيه يعني محاولات خلال 18 سنة بس برضه بأعداد ضئيلة يعني متوفر فيش الهدف اللي احنا لزينا وصاله أنا بتكلم علشان انتشار الفيروسات على مستوى العالم انتشار الأمراض على مستوى الحيوانات والطيور والمواشي والدواجن وكل ده محتاج ما أنا عشان أوصل للمنظومة الصحة واحدة للإنسان أنا النهاردة بوفر على وزارة الصحة علاج أمراض كتيرة ممكن تسيب الإنسان فده برضو لها بعض اقتصادي ومالي على العبء على وزارة الصحة دايما الوقاية خيروا من العلاج نعم فده دور الطب البتر اننا بعمل وقاية للإنسان عن طريق التحكم في الأمراض اللي بتظهر في الحيوانات وده دور أساسي حتى كمان في الحيوانات الأليفة اللي هنا دور مهمة جدا ان الحيوانات الأليفة مهمة جدا بتخش مع صاحبها في غرف النوم متلاصق فيها فلازم برضو يبقى مصدر آمن ما يمنعش الأمراض من الحيوانات الأليفة للإنسان فده دور برضو أساسي برضو مهم اسمح لي بعد الفاصل نقول إيه الأمراض المشتركة ومن هنا بتيجي الخطورة على الإنسان ومن هنا بتيجي أهمية الطبيب البطري إنه يمنع هذه الأمراض نتلع الفاصل برحب حضراتكم مجددا وبرحب ضيفي اللي مشرفني النهاردة دكتور مجدي حسن دكتور مجدي بالفعل زي ما أنا ذكرت كده 200 مرض مشترك ما بين الإنسان والحيوان ده حقيقية فعلا ولا أكتر ولا أل لا هو 200 تقريبا متين العالم كله توصل لهم أيها أهمهم إيه أو أخطرهم بمعنى قدر في عندنا مرض السل ومرض السعار ومرض اللي هو البروسيلا اللي بنتقل عن طريق اللحوم أو الألبان أو منتجاتها السل برضو نفس الوضع السعار طبعا عن طريق الكلاب الشوارع والإنسان ممكن تتعض أو عن طريق الفران أو العرس دي برضو مصدر نقل المرض الإنسان مهم جدا أيه وإيه دوركو يعني أمراض المشاركة طبعا بالنسبة لل كده فيه جزء للإنسان وفيه جزء الحيوان بالنسبة للحوم كمصدر إحنا طبعا المجازر بيبقى فيها طبيب بطري بيقوم بكشفها للحوم ولو فيها أي حاجة بيقمر بإعدامها والمجازر مجهزة بالإعدام فيه عندنا برضو الألبان برضو فيه رقابة من ناحيتنا على أساس لو فيه أي حيوان فيه سل أو حاجة برضو ده بيقدم في المجازر وقبل ده فيه تطعمات يا دكتور مجهزة آه طبعا فيه برنامج وقائي بيتطبق على كل الحيوانات وإن احنا نمنع زهور الأمراض عليها طبعا مرض السعار بيبقى أهم حاجة إن احنا بنطعم الكلاب بالفكسين نفسه بتاع المرض دوت وفي نفس الوقت برضو إن احنا يعني بنتبع برضو موضوع كلاب الشوارع وكده بحس إن احنا برضو بنده أدفايسيز إزاي نحنا نتخلص من كلاب الشوارع لأنه برضو لها تكنيك أنا كطبيب بتر أقدر أن أنا إزاي أمسكه وإزاي أدير من خلقها لو حد عدوا كلب ويجيلوا المشكلة دي يتلحق فيه عندنا تطعيم للكلاب وفيه عندنا المصل اللي بتاخد الإنسان أو الطفل اللي بتعد ده ده طبعا مزارة الصحة اللي بتوفره نعم نعم دي أخطر الأمراض دي من الأخطر تلاتة الأمراض الأمراض فيه أمراض تاني خفيرة فيه الإيبولا ده ما أساسا كان جاي في الأرود في أفريقيا برضو ده برضو كان مصدره حيواني فدي من ضمن الأمراض والعالم بيتكلم عنه دي الوقت الفلونزا التيور برضو هي أساس جاية من التيور البرية وانتقلت عن طريق التيور البرية ودخلت مصر جات لنا فترة في مصر واللوات فيه خطر كمان الفلونزا التيور أصابت بعض البقر في أمريكا فخطورة أن المرض تتحول تعود من الخلية بتاعة التيور إلى الساديات والإنسان طبعا من فصيلة الساديات فدي كتعاملوا مشكلة كبيرة في أمريكا فدي برضو محتاجة متابعة وانحنا نمنع ظهور الفلونزا التيور في مصر مرة تانية إيه تاني من الأمراض اللي بتنتقل؟ احنا مش عايزين نادي يخف لله فدول يعني أخطر ثلاثة طب خلينا نقول للناس برضو لأن تعرف يعني فيه موضة دلوقتي فكرة تربية كلاب في البيوت وتربية القطط في البيوت برضو طب ننصح الناس نقولهم إيه؟ طبعا الحيوانات الأليفة مهمة حتى للإنسان حتى من ناحية النفسية وكده فلازم اللي عنده أي حيوان أليف لازم يكون تابع من خلال طبيب بطري بحيث يتأكد أن التطعيمات بيأخذها أول بول لو ظهر أي أعراض لأي حاجة بيتوجه بها على طول العيادة والدكتور بطري بيقوم الدور اللي هو الكشف والعلاج الفور يعني إيه فكرة الصحة الوحدة؟ صحة الإنسان والحيوان مرتبطة ببعضيها يعني لأن الحيوان بيبقى مصدر الغذاء للحيوان الكونتاكت أو الاتصال المباشر بين الحيوان والإنسان فدي كلها بتحت عنوان صحة واحدة فأنا دلوقتي لازم أأمن الحيوان بحيث بيقاش مصدر عدوى للإنسان وده دور الطب البطري دور مهمة جدا فيه ومن هنا أنت بتوفر أو بتشيل حمل على وزارة الصحة للإنسان بالزبط كده قولينا إزاي فان أنا النهاردة لو منعت مثلا على سيبي المثال وليس الحصر مرض السل مثلا مرض السل من الأمراض المكلفة وبتاخده قطة طويل في العلاج مكلفة فده بيبقى عبء شديد جدا على وزارة الصحة ولكن أنا النهاردة أم أمن الحيوان أنه هو مفوش السل البقري فبالتالي أنا بشكل غير مباشر بقلل التكلفة من هنا الدور المهم ده دور مهم جدا طب فيه دور اقتصادي آخر اللي حداك بتقول عليه ده دور اقتصادي مهم أنا النهاردة دوري أنا برضه أقدر أساهم في الاكتفاء الذاتي في الانتاج الداجيني في الانتاج الحم الحمرة أنا النهاردة لو بحافظ على صحة الطيور وبعمل الدور المنطبية كالطب بطرفة بمنع الأمراض بالتالي بقلل الوفيات الدواجن وبالتالي بزود الأعداد المربية عن طريق أن أنا بقلل الوفيات وبحافظ على برامج وقاية فالفرخة بتوصل للأوزان المثالية وبالعدد المطلوب يحقق الجدوى الاقتصادية للمربي لأن احنا مثلا عندنا الوفيات مثلا الطبيعية بتراوح من 3% لـ 5% أقصى ده على مستوى العالم ده مستوى العالم هو اللي بيتحقق في مصر فده دور الطبيب البتر أنه يحافظ على المعدل دوت طبعا لو زاد المعدل بتبقى خسارة جميلة جدا على المربيين نحن تعرف بيبقى فيه دعوات من وقت التاني للمقاطعة يقولك أطعو اللحوم لغاية ما ترقص أطعو الفراخ لغاية ما ترقص والله احنا يعني كنقابة ضد موضوع المقاطعة مش هو ده العلاج يعني القانون العرضه والطلب هو الأساس فالعصار بتزيد معناها أن المعروض أقل من الطلب فإحنا هدفنا أولا أولا صناعة الدوجن بتمر بمشاكل كتير جدا بقى لنا خمس سنوات وزاد المشكلة من نتيجة أزمة الدولار الأخيرة وتوفر الأعلاف ولكن صناعة الدوجن محتاجة تنظيم ومحتاجة رؤية تانية أن ما زال إحنا عندنا مشكلة فيها وخاصة في قطاع إنتاج البيض يعني إحنا عندنا نتاج البيض النهاردة يمثل بالزبط من 25-30% من المفروض حدوثه يا فعلا طب وليه ما بيحدوثش أولا القطاع ده تعرض لخسار كتير جدا نتيجة أن العرض كان أكتر من الطلب فالأسعار نزلت ودي نقطة لازم إحنا ننظم الصناعة ما فيه الصناعة النهاردة إلا لازم تعالى قواعد ونظم فنتيجة أن الإفراط في الإنتاج بشكل عشوائي حصل أن العرض أكتر من الطلب فابتدت الناس تخسر العرض أكتر من الطلب الكلام ده كان من خمس سنين فابتدى بالتدريج الناس تخرج من الدائرة الإنتاجية وجات أزمة العلف الأخيرة مع الدولار دي سرعت في خروج العلف كبير جدا فأصبح المنتج الحالي وليل قوي والمرب الزغير خرج لأن إحنا السرع الحالي بسيطة عامة وده جينا 75% منها منتجين زغيرين منتج زغير وكمان ليه بقى إحنا محتاجين ده أن نقف جنبه ونسناده وندخل صناعات تاني إحنا عايزين طول الوقت نبقى معتمدين على نفسينا في البلد في رؤية عندك يا فندم لده للتعزيز الزجور إحنا عندنا رؤية إزاي ننظم صناعة الدواجن وإزاي نعمل خريطة وبائية وإزاي نحافظ على سرعت جير من الأمراض إحنا ما عندناش خريطة وبائية للحيوانات أو ليه هي محتاجة تتفعل بشكل أفضل من كده والمنظومة التب البيتر بذات عايزة تحديث وعايزة تفعيل أكتر من كده لكن أقصد الخطة موجودة فكرة تطوير زي ما حضرتك بتقول وإزاي نعزز المنتج الحيواني هنا بشكل عام مش بتكلم على حاجة بعين وفي نقطة أساسية برضو مش تخصصنا ولكن ما يسمى السعر العادل اللي هو التوازن ما بين المنتج والمستهلك في الآخر في معادلة كده بتتعمل بحيث أن أنا لازم حافظ على المنتج ولازم يكسب بس برضو لا يبالغ في المكاسب ولازم الإنتاج ده يغطي احتياجاتنا عشان ما يحصلش فيه نقص الخطة اللي عند حضراتكو دكتور ماجدي أو عند حضرتك ده لزيادة الإنتاج المحلي الحيواني نمر واحد الاكتفاء الزاتي الاكتفاء الزاتي من إيه؟ من اللحم الحمرة من اللحم الدواجن البيض المائدة عند حضرتك الخطة دي بس لنا يعني بسمع من حضرتك تاني عشان نعمل دعوة لأنه في عودة للحوار الوطني أو الجلسة ليه حتبقى يوم السبت أعلن عنا دكتور دية رشوان رئيس الهيئة العمل لاستعلامات هيبدأوا تاني ده مسألة ليه علاقة بالعلاقات الخارجية أو ليه علاقة بملف غزة أو التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية بس ممكن نضيف يعني نطالب بمحور زي ده أنه يناقش في الحوار الوطني نقابة مستعدة للمساهمة طبعا طب قولينا المساهمة في إيه قبل الختام كده دكتور مجد حسن نقيب البيطريين عنده دراسة كاملة مش كده لزيادة تفضل فاند ما عندك دراسة لإيه نواجه كلام للحوار الوطني احنا عندنا دراسة للحفاظ على صناعة الدواجن زي ننميها ونكبرها وتحقق الاكتفاد الذاتي بالنسبة للحوم الحامرة بالنسبة برضو لإنتاج الألبان بالنسبة للمشروع البتيلو برضو محتاج عادة تقييم تانية لأنه برضو مشروع مهمة جدا تمام فيها وبالنسبة للثاروة السماكية نفسه لأنه برضو الثاروة السماكية هتحل مشكلة كبيرة جدا في البروتين الحيواني نعم عندكو ففيه تصور موجود موجود بتمنى أنه يدخل حيز الحوار الوطني وبشكر حضرتك شكرا لحضرتك على وجود حضرتك معنا النهاردة دكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين وتاني يعني بأناشد الحوار الوطني أرجوكو عدوا مع النقابة واستمعوا إليهم مش هنوصل لحلول إلا لما نسمع بعض كلنا علشان كلنا نساعد في أن احنا ناخد خطوات مش خطوات لقدام بشكر حضرتكو أشوفكو بكرة على خير مع تحيات يا عزة مصطفى وإلى اللقاء